ما هي الاتفاقيات أو الآليات القانونية والسياسية حتى المنظمة لملف المياه بين العراق وإيران؟ هي الاتفاقية الوحيدة التي سميت باتفاقية الجزارة عام 1975 فيما يرتبط بقضية تنظيم الملاحة ضمن شط العرب وهذه الاتفاقية لم تطور سواء على مستوى النظام السابق ما قبل 2003 وحتى ما بعد عام 2003 الرغم من أن أزمة المياه بكل الأحوال كانت تتنبأ بها كثير من مراكز البحوث بأنها ستكون من الأزمات الملحة بشكل كبير وهذا بحد ذاته فاقم من الأزمة أولا ما بين أزمة المياه ما بين العراق من جهة وإيران من جهة أخرى حتى الأمر أيضا ينسحب إلى الجانب التركي لا توجد اتفاقية إلى حتى هذه اللحظة ما بين العراق من جهة وأيضا تركيا من جهة أخرى رغم أن أزمة المياه على اعتبار الفرات ومنابعه من تركيا بالإضافة إلى دجلة فيما يبدو بأن تركيا لها الحصة الأكبر في قضية رفد نهري دجلة والفرات باتجاه العراق لكن الحكومات المتعاقبة لم تعمل على وضع اتفاقيات ولذلك حتى أن الحكومات كافة هنا أتحدث قبل 2003 وبعد 2003 لم تضطر أولا إلى عقد اتفاقيات جديدة والأمر الآخر لم تذهب حتى إلى الأمم المتحدة من أجل وضع اتفاقية يمكن من خلالها تنظيم الاطلاقات المائية أو تأمين الحصص المائية بالنسبة للعراق وفق اتفاقيات الدول المتشاطعة لذلك هناك أزمة كبيرة جدا في هذه الاتفاقيات ومن ثم عملية التجاوز على الحصص المائية لنهري دجلة والفرات من تركيا وإيران أصبح أمرا واردا لعدم موجود هذه الاتفاقيات التي يمكن أن تلزم كل من تركيا وإيران بالاطلاقات المائية التي يمكن من خلالها تأمين الأمن المائي من وجهة نظري باتجاه العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر